أخدتي وقت قدقي عشان تكتبي الكشكول لا يزال في جيبي بصي الكتابة مش بتاخد وقت كبير المراجعة هي اللي بتاخد وقت أكتر هي بتاخد مجهود أكتر وقت أكتر هي بتاخد مجهود أنا الصعوبة اللي وجهتني المرة دي هو إن أنا عايز أختار أغاني تكون أسماءها تدل قوي على جواها أوكي دي حاجة الحاجة الثانية إنها تكون أغاني لها صدى لها صدى محقق نجاح من الناس بتحبها أو معلمة في دماغ كلها أغاني مصرية ولا استعانت بأي أغاني مش مصرية بصي معظمها أغاني مصرية أوكي وفي أغاني مش مصرية بس بتتقال يعني فيها لغات تانية بس بتتقال باللهجة المصرية مصطفى يا مصطفى آه أوكي آيو طيب نتكلم شو هي عن القصص اللي جوه وإيه قرب قصة لكي أو إيه أكتر القصص اللي انت حاسها هي قريبة منك وهل في منها قصص عايشتيها على المستوى الطبيعي أو حصل ما بينك وما بينها معايشة طبيعية إذا كان من خلالك أو من خلال الجو اللي حواليكي أو الناس اللي حواليكي صحاب قريب جيران ولا كلها من وحي خيالك طيب شوفي أنا مجموعتي الأولى كان اسمها كشكولي المجهود الشخصي لما جالي فيدباك عنها ناس كتير قالتلي إن إحنا متشوقين نعرف إيه اللي حصل في بعض القصص أوكي ففي قصتين في المجموعة الجديدة الكشكولي يزال في جايبي في قصتين بيعرضوا وجهة النظر التانية خلاص هما مش كمالة للقصص اللي في المجموعة الأولى بس مثلا كان فيه خلاف زوجي ما بين اتنين الست كان بتتكلم طبيبة نفسية وبتحكي مشكلتها من وجهة نظرها الكتاب الجديد الزوج هو اللي بيروح أوكي وأنا لما جات لي الفكرة دي القصة وقعية لأنه في مرحلة في العلاقات الزوجية الناس يا إما بتبقى عاشت مع بعض كتير قوي فيا إما خدوا على بعض قوي يا إما تغيروا عشان عاشوا مع بعض كتير فكل واحد بيختلف فبيلجأوا أن هما يروحوا لطبيب أو طبيبة نفسية فكان مهم قوي أن احنا نشوف وجهة النظر التانية في قصص قريبة قوي مني يعني قصة مصطفى يا مصطفى دي جواب أنا كتبال والدي في عيد الأب وأنا والدي اسمه مصطفى أنا مونة مصطفى ردوان فأنا كتبال بابايا وهو تخيلت لو هو عايش هيتعامل دلوقتي مع الحياة والتكنولوجيا أنا والدي توفى من 22 سنة الله يرحمه الله يرحمه فأنت متخيلة كل التغييرات اللي حصلت في 22 سنة فدي قصة حقيقية قوي قصة تانية تكلمت فيها عن علاقة جد بحفيده والجد والحفيد دول من أسرته هم فعلا دي علاقتهم والقصة فيها قسميهم جده علي والشاطر عمر والعلاقة بينهم الجد بيتكلم والحفيد بيتكلم مثلا قصة تانية بقى من وحي الخيال بشكل كبير بس بربط فيها الحاجات فانتازيا بحاجات معصرة في الحياة أنا مقتنعة قوي أن الدنيا رايحة في حتة في التكنولوجيا الواقع الافتراضي ده هيبقى واقع قريب قوي جدا وفي حاجات أنا شايفة أن إحنا لو بصنا لها أنها هتقرب الناس لبعض هتبقى لها صدى إيجابي على الإنسانية فيه كمان قصص تانية فيها ساخرة جدا تدحك بس فيها وقعية الناس بتفتكر أن الحاجة اللي تدحك كوميدية بس بس الكوميديا جزء كبير من الحياة بتبقى كوميديا سوداء القصة في المجمل بتروي كثير من مشاهد الحياة وأنا دي حاجة بحرص عليها طبعا أنه اللي يقرأ يبقى شايف نفسه شايف اللي حواليه أو شايف ناس هو مش عايز يبقى زيهم من اللي حواليه برضا أو من اللي بيسمع عنهم أو اللي بيعرفوهم وده أكتر حاجة بتميز مونة ردوان وهو ده اللي أنا كنت ريسي عايزة أتكلم معاكي فيه أنه أنت قريبة أو عرفت تكوني قريبة من الناس ببسطتك وبالحقيقة اللي بتمثليها وبتجسديها من خلال كتاباتك وأعتقد أن دي مدرسة مختلفة في الكتابة يعني فيه ناس كتير بتميل إلى الفلسفة فيه ناس كتير بتميل أحيانا إلى يعني مش هقولك بيعايزين يعلموا الناس أو بيميلوا أكتر أنه يكون فيه الدرس المستفاد وده طبعا نوع بيحترم جدا كمان في الكتابة ولكن أحيانا أنه الإنسان بيبقى محتاج الحاجة الحقيقية بيحتاج الحاجة القريبة بيحتاج الحاجة اللي شبهه اللي هو شايف نفسه فيها وشايف أهله فيها وشايف قريبه فيها وشايف جرانه فيها وأعتقد أن ده أكتر حاجة بتميزك ككاتبة الحاجة الوقعية اللي هو يشوف نفسه جواها أنا شايف أنها تكسب أنا شايف أنها جميل قوي أنه يبقى فيه جزء خيالي وجزء فيه بعد فلسفي وكده لكن أنا بفضل أنه اللي يمسك كتابي يحس أنه هو بيقضي وقت سعيد أو مختلف ويبقى مرتاح وهو بيقرأ بيشوف فيه حاجات شبهه أيها أيها أكيد وكل واحد ما بيلاقي نفسه شبه اللي قدامه أو فيه تواصل ما بينه ما بينه اللي قدامه كل ما بيصيبه شعور بالراحة وده أعتقد أنه شعور بلطيف أن أي قارئ يعني يحس بيه شعور بالراحة والرضا تابعن تابعن تابعن